اشتركوا في القناة جميل الله يساعدك يا رب شرفنا في صباحك أستاذ طارق كتير الآن خلينا نقول موضوع السيارات وارتفاع السيارات أسعارها بالفترة الأخيرة كان حتى أحد الشباب الآن معلق على الفيسبوك كان ارتفاع جنوني بهذا المصطلح خلال فترة من الكورونا ثم ما بعد الكورونا وموضوع هبوط قيمة الليرة التركية إلى أي درجة تأثرت؟ هلا والله بالنسبة لتأثير أسعار السيارات يعني ارتفعت أكتر من 100% من وقت إذا بنا نحسب من منتصف سنة 2020 مع بداية كورونا هنا وقت اشتدت الأزمة في تركيا يعني صار فيها ارتفاع أكتر من 100% أما يعني هو الارتفاع وليس بس تركي نعم هلا هو صار بشهر ستة مثلا 2020 ركود للسيارات صار انخفاض بسبب وقفة عجلة الاقتصاد يعني صارت العالم تخاف تشتريت تخاف تبيع تخاف أي شيء بعد منه صار في طلب على السيارات يعني بسبب الناس استخدام المواصلات العامة خوفا من استخدام المواصلات العامة نعم فصار طلب يعني صار بيقول لك اللي عنده أولاد بخافين قلهم بالمواصلات العامة أو هو يتنقل بالمواصلات العامة أنه بيشتري سيارة إن كان بالأقصاد إن كان من الشركات التركية وكانت الشركات التركية بوقتها عاملة عروض تقصيد كير حلوة بـ 2020 وبأول 21 فبعد منها صار وقفة العجلة الاقتصادية بالبلدان المصنعة يعني اللي بالعرض بالسيارات وطلب عالي وطلب عالي فهو تلقائية وقت تغلى السيارة بالصفر تغلى بالمستعمة يعني هلأ اللي إحنا إذا بنقول إنه إذا السيارات رخصت بالوكالة فطلقائيا وتدريجيا لح تنزل الأسعار يعني مجبورة ما في مجال فهو نحنا الغلاء هو يعني من المعمل من خط السير غلاء عالمي يعني يعني هو الغلاء غلاء عالمي التضخم تضخم عالمي يعني هلأ اللي إحنا إذا بدنا نشبه مثلا بالبلدان اللي هي كوريا ولا اليابان ولا الذي منه آآ كانت السيارة تستخدم سينة سنتين ثلاثة تطلع عالكسر عالسكراب الآن يعني عم يعيدوا تدويرة آآ يعني اليوم هلأ إنت بتقول بدي أنا استورد قطع سيارات من البلدان المصنعة اللي بنا نحسبها هنن هدول الدول الناشئة مثل الكوريا اليابان آآ فرنسا لازم إنه بدك تستورد منهن في في قلة بالقطع السيارات لحتى مستكراوا ليش لأن السيارة صارت يعني عم يتعيش شوية أطول صار لحتى بالبلدان تبحي يدوروها أكتر يعني اليوم السيارة اللي عمرها أربع خمسة سنين ما صارت تنبع بالمكاسر وبالأوبشن صارت تنعاد ترجع تنعاد هيكلتها وعادت عرضها طبعا طبعا هذا الشيء أيضا قطع الغيار لحتى أطع الغيار غالية ولحتى بإذن أننا نجي على مجال أطع الغيار يعني بالجديد يمنع عن المستعمال مرتفعة أكتر من أربعين بالمية ما بدي أقول لك بالوسط التركي هون اللي إحنا بال لا مرتفعة بأرضها ببلادها يعني وبدي أقول لك على الدولار مثلا أنا هلأ إحنا عنا مشكلتين نعم مشكلة ضخم الليرة ومشكلة الدولار هلأ إحنا بنقول إنه إيه الدولار ارتفعت الأطع لا هي الدولار هو الأطع هي ارتفعت على الدولار وهذا اللي بدي أقول له إنه السيارات الآن حتى على الدولار لو حسبتها هي مرتفعة فبالك مع نزول اللي راح نحس أن إحنا بقى يعني ارتفاع فوق ارتفاع لحيصير يعني هون المواطن التركي أو اللي ساكن بتركيا لحيحس الارتفاع 200 بالمية نعم لأن هي بالأساس مرتفعة على الدولار وإحنا في عنا مشكلة إنه الدولار ارتفع تقريبا بحدود السبعي بالمية تقريبا يكاد يكون تضاعف يعني إذا نحكي عن 13 ونص هو كان من سنتين سبعة أو أقل من سنتين من سنة يعني فأنت عندك تضاعف بقيمة الدولار وهي أصلا غلياني ففعلا اجتمعوا هالأمرين طيب إذن السيارات مثل ما أنه إحنا متفقين على أنه ارتفعت ارتفاع هائل هل هناك توقع الانخفاض في المدى القريب كتير بنسمع بس يعني هيك يقول كله حكي ما عم يكون كتير قطعي إنه استنوا يمكن ترتخفض كتير تخفض ثلاثين بالمية أربعين بالمية فيه فيه مؤشرات لهالأمر ولا لسته رجل بالغيب هذا يعني ما بيعلم فيه غير الله أول شي بس إحنا كمعطيات واللي إحنا شايفينه كتجار سيارات والله عم يصح لي سيارات بشتري لأني أنا شايف السوق يعني مجبور بده يطلع يعني سيارات صفر بالشركات ما فيه وإذا عملتها عملتها أو طوعتين ثلاثة أربع هذا الموجود فشو السبب السبب إنه مثل ما قلت لك عجلة حركة السير تبع السيارات التصنيع هي كتير كتير قليلة البوردات تبع السيارات اليد العاملة اللي تسرحت من المعامل بالبلدان المصنعة كتير صارت استرجاعها كتير صعب صعب يعني صار العامل بيقلك أنا إذا عم يجيني راتب من الحكومة اللي هي بلده ما بقى في داعي يرجع على على شغلي أو يعني صار في أزمة هي عالمية أزمة عمالي صحيح تمام فلحنا إذا بنا نقول إنه ترخص السيارات هي لازم ترخص بالصفر طيب لحنا عنا سبب واحد إن شاء الله بيحسن يرخص هو السيارات بتركيا ايمنى عن ضرائب المي تيفي أو اللازم إنه هو أخت يعني تخفيض الجمرك تخفيض الجمرك إذا صار تخفيض جمرك بتركيا بتنزل السيارات بتركيا نعم تمام لأنه إحنا عنا نسبة الجمرك كتير كتير عالية بتركيا كم تخفيض بالنسبة للسيارات وقطع الاستيراد يعني تتجاوز التسعين بالمئة مثلا خمسة وثمانين بالمئة على قيمة السيارة فلحنا إذا بدأ نشبه حالنا للدول الجوار مثلا أربيل ولا غيره ولا غيراته ولا العراق بتلاقي السيارات عندهم أرخص بس هي مو أرخص مثل سنتين ثلاثة لأنه قلت لك أنه السيارات ارتفعت بالأساس أرخص لأنه عندهم الضرائب لأنه الجمرك صفر جمرك صفر عندهم يعني هي بس ضرائب هي تكاد تكون نصف سعرها عندنا نصف طبعا فلحنا إذا الحكومة تخذت قراره ولغت بعض الإجراءات الجمرك عن السيارات فتنزل السيارة أما إذا ما صار هذا الإجراء مستحيل تنزل يعني هذا الكلام في أي مؤشرات أو حكا أن يكشي لا 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 نهائيا ما في أي مؤشرات بس إحنا شفنا بسوريا مثلا نعم التغى الجمرك بالألفين وسبعة ألفية وثمانية إذا بتتذكر كنا بحالة سيارات كتير عالية وفجأة قرار طلع لغى الجمرك هو ما بتعرف يعني بجزء الحكومة تتخذ قرار لأنه صار والله سلحة السيارة هي حلم عند بعض كتير من الشباب بعض كتير من العائلة يعني صار سعرها هي الصراحة كتير عالية يعني هي بالفعل صارت السيارة يعني عالية جدا جدا بالنسبة لأي شخص عايش ويحسبها حتى بالليرة التركية نفس الوقت يا ترى هل فعلا ستسعى الحكومة لهذا الأمر ولا هي كمان قد تعتبر أنه وجود السيارات عبء على المرور هل هي والله كمان هي تواجد السيارات بها إذا لحنا إذا بنقول يعني بتساوي تضخم لازم يكون في على هو الله يزينه الخير الحكومة ما متأثر بالنسبة للشوارع والطرق وفزا بس بتحس ما عزاليه ما ملحل يعني ما ما بتلحل لا مستحيل يعني ما بالك لو خفضت السيارة هو يعني قرار اخفاض الجمرق هو يعني كتير قرار ديكون مدروس ويعني كتير بيأثر يعني هي أشياء بتخصهم يعني ما منحسن ندخل فيها طيب إذا ما في يعني أنت برؤيتك أو بتجربتك أنت لو صح لك سيارة عم تقول بشتريها ما بأمل أبدا بالقول الذي يقول أنها ستنخفض يعني ما في أي خلين أقول مبشيرات حقيقية أو مضمونة لأن قد يكون الانتظار بالعكس مزيد من الغلاء أهلا والله إحنا نأمل من الله أن تنخفض السيارات مشان كتير والله في بعض يعني من العملاء عنا والله يعني بيتصل يسأل عن السيارة صدقا أياما بنحرج من سعر أقول له ياها على هو بيكون هو شو حاطة بالو على هو السعر الموجود عنه أو الموجود بالسوء يعني فإحنا نأمل من الله أنه يصب له شي قرار مثل ما إلنا يخفض ينخفض تنزل السيارات الصفر هلأ إحنا فيه عندنا كمان حتى أنه بالغلاء السيارات ستاز أحمد إيمنى عن الجمرق عبق عن البجار هو الشحن الشحن مرتفع عندنا 300-400% شحن السيارات من البلدان مثلا من كوريا اليابان فرنسا عندنا كتير هلأ أقول من أوروبا شوي أنه طريق بري فرنسا وكذا لا بأس فيه أما عندنا الشحن البحري كتير كتير أسعاره 300-400% مرتفعة فإحنا الصراحة في أزمة اقتصادية عامة يعني إحنا مو بس السيارات مرتفعة إذا بنتطلع هلأ كل شي مرتفع أكيد كل شي وما على الليرة التركية مرتفع هو مثل ما مرتفع حتى على حتى على الدولار إن كان بالنسبة للعقار للأراضي أي شيء المواد الغذائية فإحنا نأمل من الله إنه تنزل بس إنه هي إنه في مبشرات والله أنا بيتصل فيني أحد العملاء بيقلي وأصدقائي بيكون مثلا بيقلي بتنصحني اشتري بقول له أي والله بنصحك هلأ حاليا طيب اللي بركي نزلت بقول له طيب إذا نزلت من الله بس أنا اللي شايفه إنه الارتفاع أقوى من النزول وخصيصا إنه إحنا هلأ بفترة ركود هلأ شهر بدنا نقول 12 و 1 و 2 كتير كتير بيجي يعني هلأ السيارات إذا نحسبها على مستوى 4 شهر السابقة كتير نازلة يعني طبعا هو انخفض الدولار وإن شاء الله يا رب بيخفض أكتر أما لحتى الدولار من خفضة وعلى يرى من خفضة بصدق الركود هي هاي مواسم الشتاء طبعا نعم أما هلأ هي متى ما بلش الموسم والصيف والسياحة بتيتحسن بصير هي يعني هو شو بيغلي السلعة العرض والطلب بالضبط فهو تصير فيه طلب طلقائيا اللي احتغل هذه معلومة مهمة إذن تعتبر هذه الأشهر الأشهر مناسبة عادة طبعا الشراء كتير مناسبة يعني هلا بدو يشتري سيارة هدول الأول ثلاثة أربع أشهر كتير مناسبين يعني الأسعار بالحضيض الصراحة تعتبر تعتبر بالحضيض يعني السيارة اللي كان حقها لو كان الدولار تلتاش ونص دا نحسبه اللي كان حقها أربعمائة ألف من شهر ونص شهرين هلا حقها ثلاثمية وخمسا عشرين فيعني هو العرض 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 فبيساوي ركود جميل الآن بالنسبة لل فعلا الأشخاص اللي راغبين بالشراء يعني شو أهم المعايير اللي حطة باله يعني بنحكي عن المستعمل يعني كنوعية مثل ما بيقولوا اللي هي عملية إعادة البيع لاحقا عملية القطع الغيار وتوفرة الاستهلاك يعني ما هي المعايير اللي أنا حطة بالي هيك واحد اتنين ثلاثة وأنا عم ابحث عن سيارة هلا والله هي المعايير هي تركية معروفة بالسيارات تبعاتها المشهورة والبيعة أكتر شي بدنا نقول اللي هي مثلا الأوروبي الفرنسي أكتر شي الرينو والإيطالي لفيات عنا الآسيا واللي هو الكوري هذا مشكل ومسيطر بشكل على الشرق الأوسط والخليج بشكل كتير قوي يعني تعتبر السيارة الكورية من المنافسات الكتير القوية السيارة الكية الهوندا السيارات الكورية فهدول يعني اللي حيكونوا أبيع شي بالنسبة للمستهلك بيجي بعد منه الفرنسي كتير مرغوب هو بتركيا والإيطالي يعني اللي بدأ ينقى ينقى أكتر سيارة يرغبها الشعب التركي وليس الشعب العربي يعني 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 بيقول مثلا نشتري شفر أو كذا يعني ما بدأ نعين في سيارات ما بيشتريها التركي لو بتكون بنص طيمتها بالنسبة لقطع غيارة وتصليحة وصيانتها وفي سيارات أصلا والله تصعب صيانتها بهالبلاد يعني يواجه صعوبة بالإيجاد القطع ما فعلا الواحد بيطلع مثلا مثلا ما تفضلت ربا مرينه وين ما رحت بتلاقيها هي والفيات يعني يعني سيارة البلد نسميها سيارة البلد والله طيب بالنسبة لموضوع الجديد والمستعمل كمان هذا من النقاط اللي كتير بفكر فيها يعني بتلاقي شخص بيقول لك أنه والله الجديد مضمون المستعمل ما بتعرف شو بيطلع فيه مشاكل وشخص آخر بيقول لك كبير مجرد أنه صار اسمها مستعملة فأنا عم بنزل بالسعر كتير يعني والله هو صباح اي يعني فما رأيك يعني شو هلأ هو والله المستعمل يعني أكيد الجديد أفضل أحلى يعني الواحد لا يحكي ضمن الشراكة ضمن الصف يعني الشركة ضمن الصفر بتكون يعني يعني هي لها معنى غير المستعمل طبعا أما بتفرق مثل ما بتقول عن عشرين تلاتين بالمية عن المستعمل يعني الجديد عن المستعمل بيفرق أشرين تلاتين بالمية بالسعر فلحنا عنا أنه إذا مصدر موصوق عم تشتري منه وفيه ثقة وفيه كفالة وطبعا لحنا هون بتركيا في عنا شيء اسمه إذا بنعرفه هذا بيغنيك عن الخوف والألأ اللي عنده يعني مثلا أنت خدها عند يكون مضمون طبعا فيه إكسبرتز إلها مسموعيات سيئة ما يكون متعاون يعني فيه عنا لا ألا فيه إكسبرتز محترمة حالا يعني لا بيخلوا لا العميل ولا يتدخل ولا المشتري البائع مثلا يدخلوا خلاص بفوتوا السيارة على الفخص اللي هنم معروفين مثلا أوتو رابور عمران يعني فيه بعض الإكسبرتز كتير كتير مسموعياتهم جيدة بيعطيك رابور مفصل كاملا أنت على هوا اللي بتختاره أنت بتنقل باكت اللي بدك ياه مثلا بدي صيانة بس بضي مثلا صاج وكذا بدي صياء يعني فحص ميكانيك فحص شامل فحص أرقام شاسي فحص كيلومتر أنت بتنقل ما اللي بدك ياه خسار قيد فأنت متى ما أنت طلعت على هذا الشي كله وشفته فأنت صار عندك أرياحية بتشوف السيارة بتشوف عيوبها وبتشوف محاسنها وبتنقلها فالحنا معنا شي غامط يعني هو حلاوة الشي بتركيا هون اللي بيختلف عن سوريا أنه السيارة أنت عم تأخذها على شي واضح واضحة شو صارفية شو عملت حادث محادث شو تغير هناك ما كنا نعرف يعني هناك كنت تنزل تاخد الحداد وتنزل على السوق أو الميكانيكي تقول له شوف لي السيارة يقول لك ايه منيحة ايه تشتري شو يطلع فيها أياما الله أعلم في جغلات ما بتكون واضحة وظاهرة هون بتتفع رعبوب مثلا بتتفع على سعرها بتتفع على مواصفاتها شو هي وبتروح على الأكسبرتز هناك بقى بيعطيك التقرير فأنت بتصفي الخيار إليك وإحنا بنعرف أن السيارة مثلا الكيلومتر يكون تبحها كويس نظيف يعني إلى أي حد لما نبدأ يشتري سيارة مستعملة لأي حد أنه لا ما تزودها بالكيلومترات يعني قديش تكون ماشية هلا هي كل سيارة لها سعر يعني إلها مدى بالكيلومتر إذا أنا بدي جيب السيارة تكون 2018 2019 2020 شبهها بالكيلومتر لموديلة 2008 لا مستحيل يعني لا تشبه هاي بهاي وطبعا إحنا بنا ننتبه أنه ما يكون ملعوب بالكيلومتر يعني في سيارات بيجي ملعوب فيها وبدون علم للزبوم فهي هي تعتبر من يعني من نوافذ الغش طبعا للمشتري أكيد طبعا إلا إذا المشتري مثلا بس أنت بتوضح له للزبوم هو بيشتريها على وضعها الحالي هذا شيء يعني هو هو ارتاح ضمير نفسيا ارتاح حيك خلاص حبة للسيارة اشتراها طمعا وهي ما شرط أنه تكون عيبة مثلا يعني بيجوزكم الكيلومتر ما يقف فيه بتبديل تابل الساعات أو اللزي منه أو مو خطأ يعني خطأ بالغش أو غاية في الغش مثلا لكن ديكون هذا أمر موضح بس ديكون موضح لزبونه للمشتري أنه ينتبه منه مثل ما قلنا أنه عمر السيارة يلعب دوره كتير كبير بالكيلومتر مثلا إذا أنا سيارة عندي 2008 ماشي 100 ألف غير إذا 2015 ماشي 200 ألف مثلا أو 2020 ماشي 70 ألف هلأ تبعا 2020 إذا ماشي 70 ألف أسوأ من 2008 أو 2009 ماشي 150 ألف أسوأ تعتبر طبعا لأنه كتير ماشي يعني ماشي بشكل كتير سريع إذن مهم إذن التوازن بين العمر عمر السيارة وبين عدد الكيلومترات اللي ماشيتها هذا وليس الرقم بحد ذاته طبعا وفي شغلة الصراحة يعني في أنه المستهلك إذا كان السيارة هو هادي عليها فما شرط أنه إذا كان الكيلومتر عالي تكون هي السيارة يعني أيامه بتلاقي اليوم الصراحة سيارة لو قديمة وكيلومترها قليل بس يعني اللي كان تنيها من قبل آخذ خيرها كلها مثلا يعني أنه مستهلك السيارة يعني بيجيك أيام السيارة ماشي 200 ألف الصراحة وحلوة وما فيها بويا بس بتلاقي أنه اللي كان راكبها مثلا مأتني فيها يعني ما ماشي كثير ما همجي بسواقة بدنا نسلم يعني بيشغل المحرك بيريحه بيمشي على الطرقات ما في داعي الار بي ام يكون عنده على ثمانة ما في داعي فالسيارة بتكون مرتاحة بتجيب واحدة ماشي مثلا مئة ألف ويكون الشوفير طبعا حاهمجي بتلاقي آه جميل أي مهمة والله يعني هي كثير بتلعب دور باستهلاك السيارة أنت بتحسن هذا تقرره بنظرتك للسيارة للسيارة يعني أنتو كأصحاب اختصاص خليقين والمو كزبون عادي هي بتبين للزبون مثلا من ناحية الفرش من ناحية يعني بتبين كثير للزبون أنه هي السيارة ما مستهلكة آه تمام أنه لسهاتها أخت الجديدة طيب أستاذ طارق موضوع التقسيط أنتو كشركة إلى أي مدى خلينا قول بتوفروا للعملاء يعني عروض تقسيط وكيف بتكون آليته وكيف بتكون ضماناته هلأ والله اللي احنا بنوفر عروض التقسيط هي أولا خدمة للزبون لأن احنا إذا بتيجي إلنا يعني لمصلحتنا الكاش بيكون أفضل وأسرع وأسلس بالبيع بس احنا مثلا بيجي للعميل طيب ما حاسن يشتري بالكاش وبنفس الوقت مشاكل بالسيارة مسلا أنت بتلاقي سياراته اليوم مرخيصة بس ولكن أنه في مشاكل بده يعود عند ورشات التصليح والصيانة بده ويعني ودفعته بتكون مناسبة إلنا إحنا أقل الأشي لازم تكون الدفعة خمسين إلى ستين بالمئة هلأ بسبب أزمة هالاقتصادية اللي مارئين فيها يعني بالقبل كنا كتير نتساهل مع الزبون طبعا إذا هيك يعني شارواك بالخير يعني والله يساعدك معمي هنا غير أفضل وأطياب ناس عملاء طبعا يعني كنا نتجاوز أنه نعطيه دفعة ثلاثين بالمئة خمسة وثلاثين بالمئة أول دفعة وممشي لها على سنتين أو ثلاثة بس والله هلأ بهالأزمة هاي اللي صايرة بهالقرارات اللي عم تطلع جديد يعني عم نتجاوز أنه تكون الدفعة بين الخمسين للستين بالمئة والأقصاط يكونوا لسنة هذا أكتر أكتر يعني أكتر حد عم نحسن نتبعه بالشريط بهذه الظروف والضمانات معروفة هي بأنه ترتضمن حق المشتري وحق البائع وسندات كمبيالات مثل ما نسميها وطبعا هو لازم يكون السقة متبادلة بين العميل والبائع مثلا لأنه هي كثير كثير مهمة أكيد يعني هي لازم يكون فيه سقة متبادلة فطالما السقة إن شاء الله موجودة فيعني ما في شيء بيخوف نساء الله وكل من حقه مضمون جميل أستاذ طارق مع هيك ربنا الوعد ما أسرع الوقت على الهواء مثل ما أتلك قبل ما نبليش كم عمر يعني خلي أقول تجربتكم في هذا المجال هلأ والله إحنا هون بتركيا عمر شركتنا مع بداية مطلع 2020 الحمد لله كانت بداية وانطلاقة جيدة ويعني إحنا مجالنا بسوريا ليس بالسيارات ولكن بقطع تبديل السيارة فهم والله واجهنا صعوبة جدا بالجمار كذا فانتقلنا على السيارات لأيناها أسهل وأسلس ويعني تعاملها مع العميل بشكل مباشر ومع الأخوة العرب بشكل معين الصراحة يعني وبشكل دقيق فاخترنا هذه المصلحة والحمد لله كانت جيدة وخطوة موفقة يعني بفضل الله تعالى جميل إن شاء الله وهي بالنهاية كما تفضلت هي خدمة أيضا للعميل العربي يعني بيشعر براحة أكثر بثقة أكثر وبتفهم أكثر ربما الاحتياجات وصلاة طارق نورتنا في صباحك وإضاءات مهمة إن شاء الله كل واحد يسمعنا يكون منصيبه أن يقتني سيارة بإذن الله الله يسعدك وهكذا أحبائي المتابعين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة وألقاكم أنا يوم الأربعاء في حلقة أيضا جديدة وصباحكم مسك صباحك مسك صباحك عمبر وورد وفل وقطعة سكر وكأس من الشاي حلو لذيذ بنعناع أرضي بلادي معطر صباح الفنون ولحن الأغاني صباح الحوار الذي فيه نكبر صباح لغانحة الهار تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر وسحر الأناظ لأنساب عشق سميت وجبن وخبز محمى صباح بطعم جديد لدينا لكم فيه ما تشتغون وأكثر تشتغل شكرا